سلام الله عليكم جميعا ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال تشكر كل المشاركين اللي معاي في القناة وجميع المتتبعين اللي معايا تشكركم شكرا على التعليق اللي تتركوا لي شكرا على تعليقكم اللي تتصر وسوينا تشكركم شكرا خوتي شكرا سأقول لني سأقول للرجال اللي معاي في القناة اه لأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعموني بلايك والشتراك والتغطي على زي الجرس فضلا وليس امرا باش وصلوا بجديد وصفاتي اللي هي جيد سهلة وبسيطة تشكلكم شكرا لكم اه وصفتنا دي اليوم اللي هي عبارة عن بغرير بطريقة سهلة وتيجي ناجح وما كوينته اللي هي بسيطة وغير مكلف اللي تيجي بغرير ممتاز بغرير معرف عن مغربتي ياكلوه دائما في جميع الاوقات في فطوف في كاسكروك في رمضان يعني دائما بغرير تناكلوه بالنسبة المقادير بسم الله نبدأ على بركة الله عنا ثلاثة ديال كيسن ديال سميدة ووضعنا جوش خمارات حمر وغادي نوضع معلقة كبيرة ديال الخميرة العادية غادي نوضع ثلاثة ديال كيسن ديال مدافي عندنا ثلاثة ديال كيسن ديال سميدة وثلاثة ديال كيسن ديال مدافي وجوش خمارات حمر وعندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة خميرة البلدية وتنضعوا شوية قبصة ديال ملحة الملح على حسب كل واحد كي تيبغي الملح هدو من المكونات اللي تحتاجون لهاد بغرير تنخلقوا ديك المكونات مع بعضياتهم وتنضعوهم في الخلط الكهربائي تقسموهم على الجوش تنطحنوهم على الجوش مرات تنطحنوها حتى تتعقناد الفقاعة تهكاية في الخلط الكهربائي في المولينيكس اللي بغي يضعها في مرة واحدة يوضعها ملحة و التصدق تسكبوا في تلك الباني اللي في شخص لنا و تجعلوها مهيلة و خالص المقلة تكون خاصة ديال بغرير ولا تتلسكش لشي بغرير ناجح بعد محطنا المقلة ما تندهنوها متى شي حاجة تنحاولوا ما نخليه شي يجي رقيق أنا رديجها منزلة بغرير ولكن بطريقة آخرى ورقيق هدا تنحاولوا نخليه شوية بشي يجي بشي يخرج لك الفقاعة بزاف وتجيوب عينين تنحاولوا نخليه يكتب على خاطره ما بين النصب الاخوات اللي ما ابتدأت ما تعرفوا صفي غير شي تشوفوا ديك الفقاعة كمين ما بقوش ما بقوش العجينة ولو كلهم ولا صفر ولا تليكم صفره عارفوا صفي البغيرة غيرها طابت باش ما تحرقش ليكم ملتحت سوفوا تنقام السمرينيكا يعلاكا تتنكملوا بغريديانا سوف نقوم 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 بغريديانا ولكن قد هاد بغريل هي سهلة وغير متعبة وغير مكلفة متى يختمر متى شي حاجة بسرعة تيوجد وصفة هي سهلة واقتصادية سوف تتبقى كاياك حساساتك من البغريلات سوف تتبقى مستمر على هاد طريقة حتى تكمل لنا بغريل ديالنا را تيجي ناجح وتيجي زوين تيجي ناجح لها دا ما تخلو شي بشي يتحرق لكم وبصميدة تيجي رائع بززاف بزاف تيجي بغريل كي قلت لكم ناجح مئة في المئة ومكونات اللي هي بسيطن بغريل ديالنا هو دا كملنا على هاد شكل هادا ما بوش باش ما يطورش المقطع بزاف جربت مع جربنا معكم وغير جوش وكنا دا وقت راح دياليوم اللي هو عبارة عن بغريل وتنشكركم كاملين شكرا لجميع المشتركين ومتتابعين اللي معايا في القناة وشكرا للي كل من تيتيبقى معايا تا الاخير المقطع وتيدعمني تنشكركم بزاف كي قلت لكم وهذا وقت راح نديل اليوم ديال بغريل انتمنى للفيديو كنا لإعجابكم ما تنسوش طبعا إلا عجبكم ادعموني بلايك وتشتيرا كل بارتاج مع الأهل والأصدقاء انت تعرفوا وصفاتي دي ما تقدمها لكم ليبسطة واقتصادية ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله دمتم سالمين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر